أهلا بكم خليني أبدأ ببعلمتين بمناسبة الدستور العبيد ده له بلده وإحنا بندور على أولاد المشكين مناصف البلد وإحنا بندور يعني في البحث كده ما هي سهلة الحكاية سهلة أنا زمان كان عندي هواية كده أقرأ صفحة الوفيات في الأهرام معرفش إيه كانت هواية عندي يعني يعني وتعرف مين قريب مين ومين مستشار مين من زمان جدا 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 دلوقتي الواحد بقى بيقعد يقرأ الحاجات دي ويدور هو ده لقلقته بدا فبالبحث كده بالبحث اكتشفت إن أخو عباس كامل مثلا يعني أنتوا عارفين بنت عباس كامل مزيعة بالدراع زي صاحب الكرة كده وبنته التانية ماسك منصب رفيع الشأن في البنك القطري أخوه بقى أخو عباس كامل ماسك التوردات الوحيد توكيل توردات فرش وأكل فنادق القوات المسلحة كل حاجة للأكل والمفروشات بتاعت فنادق القوات المسلحة أخو عباس كامل والمسكة مين هيحاسب ده بقى؟ ده أخوه رئيس جهاز المخابرات الجهاز الرقابي اللي هيحاسبه مين؟ دي مش بلد يا بيه ده عزبة مرات عباس كامل اللي كانت مدرسة دي زمان اللي أنا حكيت لك عليها اتعينت عميدة كلية التربية الرضية بحلوان حد اللي شوف حاجة حد شوف حاجة حد يدقى لتكلم حد يقدر يفتح بقه بالبحث وعلى فكرة انت خش اكتب يعني الحاجات دي هتلاقيها هي مهاش أسرار بقى أو حاجات ده احنا ببلد والناس بتتكلم والناس بتكتب والناس بتنشر والحكاية سهلة يعني مش أخوات السيسي ولا ولا دخت السيسي ده أخوات عباس كامل بقولك شعبان البقاء اللي تعدلوا الحال من بعد الجلبية والياء المهرية بقى صاحب أموال أو ده بقى ينطبق على كل أراضيش السيسي كلهم مفيش واحد فيه مبنى أصل كده أصلا كان وارث كان عنده حاجة كان مسك شاء عصابة جعانة مسكت البلد فنشروا بقى إيه وده يخلي الناس اللي عندها دم تسيب مصر أنا ما أضعش تزيقها الرسالة دي لأن أنا أصلا لقيتها بالصدفة والله على الفيسبوك بنوتة زي الأمر بنوتة صغيرة زي الأمر كاتبة رسالة توجع كاتبة هي كاتبة البوست كده بتقول أنا هنا هي مشت راح الدولة تانية بتقول أنا هنا في الدولة دي يعني ذكرت اسم الدولة جملة غريبة على مسامعي رغم أني حلمت كثيرا أن أخرج من مصر لكني لم أتوقع أبدا أني سأتركها فعلا مصر وطن غريب تكرهه بالقدر الذي ستحبه ستشتاق له بالقدر الذي لا تريد أن تعود إليه أبدا وسيظل في قلبك كذكرى مؤلمة وكأجمل ذكرى في نفس الوقت صورك في بلدك ستظل الأفضل لكن حياتك هنا ستظل الخيار الأوقع في الغربة يعني تخرج أو نخرج كلنا من بلادنا نترك فيها أفضل ما في روحنا ونذهب لبلد أخرى نعطيها أفضل ما تبقى لدينا ندي للبلد الثانية أفضل ما تبقى لدينا ونذهب لبلد أخرى نعطيها أفضل ما تبقى لدينا وننتهي منهكين تماما من الغربة والحنين والوحدة ومن تفكير يومي سيصاحبك الأبد هل أعود للآلام التي تعودت عليها في وطني وحضن أمي أم أظل هنا أصارع مع آلامي الجديدة بدون أمي والأحزان التي ظننت أنها ستختفي بهروبك من وطنك ستظل تهاجمك في ليلك تبكيك أحيانا أو تقتل أنفاسك حتى تنام لن تتخلص من وطنك أبدا لن نتخلص من تلك الشوارع القديمة المنهكة التي كبرت فيها ووجوه المارة بالشارع الذين يشبهونك وتشبههم ولكن يكرهوك وتكرههم ثم تسأل أسئلة مستحيلة الإجابة ماذا لو لم أسير مبتعدا من البداية ماذا لو استطعت هزم آلامي في وطني بدلا من الهروب منها ماذا لو افتقدت أختي في ليلة وحيدة وماذا لو افتقدتها في ألف ليلة أخرى فهل سيتحمل قلبي هذا أحصد أصدقاء الذين اعترفوا أنهم لا يستطيعون ترك الوطن وهناك الآن يتألمون بكل حب كيف تعرفوا على كل هذا القلق بدون أن يعيشوا أما أنا فتركت بلدي وأنا أقسم بأني لن أعود أبدا والآن أفكر كل صباح وليل بداخلي كل شيء جميل وعكسه ولا أستطيع التوقف عن السؤال ماذا لو قلبي ظل مضطربا إلى الأبد الحقيقة أنا صدفت الرسالة دي منشورة على الفيسبوك بل لا أعلم من صحبتها لكن هي نشر صورتها بنوتة جميلة صغيرة إنما سألت نفس السؤال هو تكتب علينا الوجع دا ليه ليه تكتب على الوطن دا إن أفضل من فيه يمشو أو يعيشوا جواه بالجزمة وأوسخ من فيه يتولوا المناصب الكبرى والقصة دي